بداية أستاذ مصطفى أبدو بأن القوات الروسية تتأهب من جديد لمحاولات لإقتحام العاصمة كييف ووسائل الإعلام الأوكرانية تقول بأنها تسمع دوي انفجارات ضخمة داخل كييف بماذا تعلق؟ نعم علينا فهم المشهد بشكل متوازن هناك دفع كبير باتجاه القوات الروسية التي تحاصل كييف والتي تحاول بشكل أو بآخر دخول كييف لكن عنصر المفاجأة الذي كان يمتلكه الأوكرانيين وهو الذي غير مسار المعركة إلى حد كبير بدلالة الدعم الأوروبي الذي تتلقاه أوكرانيا من سبب أفحاد الأوروبي وعلى رأس هذه الدوازية البريطانية التي تقوم بدعم اللوجستي بشكل مستمر لهذه القوات بدلالة عدم تحليق الطائرات بشكل مستمر أو بشكل متقطع حتى إلى حد ما بعد إصطاط المئتات الطائرة أعتقد أنه بات من الصعب جدا تحليق الطائرات وهناك تخوف كبير من تحليق الطائرات بالتوازي مع إرسال الصواريخ المحمولة على الكتفة المبادة للطائرات بالمقابل أيضا الولايات المتحدة أعلنت قبل يومين عن إرسال مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار بمعنى آخر أن مسار المعركة بالنسبة للأوكرانيين على الطرف الآخر تتجه صوب الينيين اشتركوا في القناة